موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معنا فرصة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب وضح اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هتلاقي عليها كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر الى الخارج وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلها تقدر تلاقي فرصة تعمل بكل سهولة بالاضافة كمان وفرنا فرصة كانت فرصة حصرية عن طريق قناتنا من حيث عملية التقديم والجول وهي كانت فرصة التطوع في في اتنان مشاملة معظم التكاليف وتم اعلان الفازين في هذه الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا في الرسلية كتير التقديم والجول فيها حصرية عن طريق قناتنا بالاضافة كمان كنا وفرنا خدمة وخدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزها تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباه شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا ياريت تعمل سبسكرايب للقناة وتلغط على الجرس صغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب اناوي كمان جميع روابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على فيسبوك روابط التقديم الخاصة بي. المنح اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقي موجودة في منحة ممتازة جدا تحاولوا تركيزوا فيها لان اه الوقت بتاعها ضيئ جدا متبقي تلات ايام وينتهي التقديم ليها وهي منحة في دولة اوروبية. اه هو تدريب من مفاوضية الامم المتحدة. التدريب ده تبع الامم المتحدة. الدولة اللي هيكون فيها التدريب هو اه هي في مدينة ستوكولن. تمام? الجهة المانحة اللي مقدمة التدريب ده هي مفاوضية الامم المتحدة بالتعاون مع منظمة اسمها يو ان اتش سي ار اللي هي منظمة تبع اه شؤون اللاجئين. فدي هي المنظمة المتعاونة مع الامم المتحدة وهي اللي بتقدم التدريب ده. طيب اخر موعد للتقديم في الفرصة دي هو ايه? هو تسعة وعشرين مايو الفين وعشرين. انا هتطلقوا الموعد في الاول لان لازم تعرفوا لان المتبقي تلات ايام احنا النهاردة ستة وعشرين مايو متبقي تلات ايام وينتهي التقديم ليه الفرصة دي. طيب اه مدة التدريب في الفرصة دي هيكون من اربعة الى ستة اشهر. يعني انت تاخد اربعة او ستة شهور تدريب زي ما انت عايز. اه تاخدهم تدريب تشوف بقى عايز تاخد اربعة شهور خمس شهور ستة شهور. فده حاجة بالنسبة لك انت زي ما انت عايز. الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي. مين هي الدول المتاحة? جميع الدول متاح للتقديم في الفرصة دي. لو انت من دولة عربية السيوية افريقية تقدر تقدم عادي للفرصة دي بدون اي مشكلة. بالنسبة ليه التمويل في الفرصة دي طيب التمويل بتاعها صراحة ممتاز يعني تمويل مش مش ضعيف لأ تمويل كويس اول حاجة رسوم التدريب مجانا المنحة دي هتتكفلك برسوم التدريب مجانا مش هتدفع اي شيء خالص كمان هتوفر لك راتب شهري الف دولار عشان يغطي لك السكن والطعام يعني هم يغطو لك السكن والطعام عن طريق ان هم يغطوك راتب شهري اللي هو الف دولار تقدر في خلال اربع او الست شهور اللي انت هتعوده منك تقدر تنظم كل شر تاخد الف دولار تستخدمهم في السكن والطعام كمان من ضمن الاشياء بقى القوية انها هتديك زي شهادة تدريب شهادة اثبات انك اتمامت تدريب معاهم ودي طبعا في حد ذاتها حاجة ممتازة جدا جدا خصوصا لو انت ناوي فيما بعد تنضم المنحة دراسية او اي شيء فدي شهادة انتوخدة من دولة من الدول الاوروبية القوية شهادة بتدل على التدريب فحاجة ممتازة جدا بتساعد في القبول في المنح الدراسية بشكل كبير طيب اه كمان هيكون فيه بقى مميزات اخرى كتيرة زي مسلا هيتحولك وسائل النقل داخل المدينة مدينة ستوك هون مسائل النقل الداخلي متاحة وما الى زي وطبعا الاحتفالات والتنزه وغيره طيب اه شرح الفرصة دي بقى بالنسبة للتدريب ده انت حضرتك هتعمل فيه او المنظمة دي اصلا عملها ايه بتعمل ايه بالزبط المنظمة دي هدفها خلق الوعي حول وضع اللاجئين العالمي يعني هما يتكلموا حوالين اوضع اللاجئين وهيعززوا السرد الايجابي بشأن اللاجئين ويعززوا اللي هي الديمقراطية ويكونوا على وعي اكتر يخلوا الناس على وعي اكتر بوسائل التواصل الاجتماعي تمام فهنا الفكرة ان هما هيجيبوا زي ناس هتاخد التدريب في كيفية التوعية كيفية العمل السياسي كيفية مساعدة اللاجئين اه معرفة اكتر عن المواضيع دي فده هيكون مواضيع التدريب طيب الاشخاص اللي هتقدم للتدريب ده متاح لجماعة الاشخاص ولكن يجب يعني يفضل او يستحسن ان يكون عندك درجة علمية في تخصص من التخصصات اللي لاها علاقة به العلاقات العامة القانون السياسة اقتصاد الحاجات اللي زي كده ولو عندك خبرة يعني لو ما عندكش درجة علمية في اه مجال من المجالات دي طبعا مش مش دول بس يعني مجالات كتيرة مرتبطة دي يكون عندك فيها خبرة اه وما عندكش درجة علمية مش مشكلة ممكن برضو تقدر تنضم ليه الفرصة دي تمام ده بالنسبة ليه شرح الفرصة طيب هنا في ملاحظة عندنا ان الفرصة دي لا تحتاج شارة لغة انجليزية حضرتك مش محتاج اي اشارة لغة عشان تقدم في الفرصة دي ما فيش حد اقصى للعمر ما فيش سن معين يعني عادي مفتوحة من سن تمنتاشر سنة فيما اعلى تمام اه وكمان متاحة لجميع المراحل من طلاب وخريجين لو انت اه طالب تدرس اه ماجستير الدكتوراه لو انت متخرج اه لو انت خريج مؤهل اه مثلا او كده تقدر برضو تقدم في الفرصة دي ما بتلتزمش بمؤهل معين ودي الحاجة برضو الكويسة في المنحة طيب ايه هي الاوراية المطلوبة منك عشان تقدم في الفرصة دي مطلوب منك تلات حاجات اول حاجة حضرتك تجاهز خطاب نية بشكل ممتاز تجاهز تتكلم فيه ليه انت عايز تقدم للفرصة دي الفرصة دي هتكون مفيدة لك ازاي وتستفيد منها مستقبلا او في حياتك ازاي اه تاني حاجة حضرتك تجاهز بشكل كويس ويفضل ان يكون على الطريقة الاوروبية بحيس اه طبعا انت هتقدم لدولة اوروبية تدريب في الدولة اوروبية فيفضل ان تعمله على الطريقة الاوروبية عشان يكون بالشكل اللي هم عايزين تالت حاجة حضرتك اه تملى ملف التقديم فيه ملف كده لازم تملى البيانات المطلوبة فيه اه ملف في صيغة هتيجي تضغط على كلمة من هنا دي هيحمل معاك الملف تمام يزار معاك الملف ويحمل ايه طيب ملف ده فيه ايه بالضبطة ويه المطلوب فيه ملف هيزار معاك بالشكل ده فيه اربع صفحات اه حضرتك هتجاوب على الاسئلة اللي موجودة هنا وتملى الخنات دي طبعا مطلوب منك تملى اسمك اه الجندر بتاعك الجنسية هل انت شخص متزوج ام لا حط الايميل بتاعك تحط الوسائل التواصل معاك رقم التليفون اه الانوان الحالي بتاعك اه هل عندك اطفال ام لا اه بتتكلم عن الخلفية التعليمية السابقة بتاعتك انت واصل لاي مرحلة دلوقتي سواء انت طالب او خريج اه تتكلم عن لو شاركت في اي كورسات او تدريب سابقة اه يعني مدفوع او غير مدفوع اه بتتكلم عن اه الحوق والواجبات الخاصة بيك هنا في اخر جزء بتتكلم عن او هنا في اخر جزء يعني بتحط بقى يعني بعد لما تخلص بتحط بتاع ذاك حط التاريخ اللي هو تاريخ اليوم اللي انت هتقدم فيه للمنحة يعني انا هقدم للمنحة مسلا النهاردة بتاريخ ستة وعشرين مايو يبقى لازم احط ستة وعشرين مايو هنا واوقع هنا تمام وبعد كده اجمع بقى اللي هما التلات حاجات اللي هم اخطب ان هي والملف ده اللي انا مليته اللي هو ده اجمعهم مع بعض واروح بقى عشان اقدم طيب كيفية التقديم عشان تبعت اوراك للمنحة ازاي عشان تبعت اوراك للمنحة يتم بيرسال الاوراك المطلوبة الى هذا الايميل يعني حضرتك اتاخد تلات اشياء المطلوبة دي وتروح بعيدهم للايميل ده اللي هو اه المؤسسة فهما لما هيستلموا طلبك كده خلاص بتبدأ عملية المراجعة وبيتم تقييم الطلب في النهاية يبقى ده بالنسبة لعملية التقديم والاوراك المطلوبة طيب هنا في ملاحظة عندنا ان احنا كقناة منح من كل الالوان بنتيح عملية التقديم لاي فرصة ومنحة انت عيزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي وهتلاقي رابط استمارة التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو او ممكن تقدر تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديو اه ولو حابين تقدموا من خلالنا على الفرصة دي اللي هي فرصة التدريب السويد ياريت تتواصلوا معنا في اسرع وقت وتمنوا الاستمارة اه الخاصة بالتواصل معنا في اسرع وقت عشان لو انت تواصلت معنا متأخر في نفس يوم انتهاء المنحة او قبلها بيوم طبعا هيتم رفض طلبك لان ما بنقبلش الطلبات المتأخرة جدا فحبنا ننوه بس عن الجزئية دي طيب هنا فيه كمان انا هتطلوكوا الاعلان الرسمي لمنحة لو حد حابب بيشوف الاعلان الرسمي هنفتح الاعلان الرسمي بالشكل ده هيزغر معنا الموقع الرسمي للمؤسسة اللي هي هتلاقي كل التفاصيل هنا في الموقع الرسمي ده كل حاجة هتلاقي موجودة اه من حيص الاشياء المطلوبة من حيص ازاي ترسل الاوراق بتاعتك وايه الاوراق المطلوبة زي ما كنا قولنا سي في وده الملف اللي احنا كنا تكلمنا عن ايه اللي هو ده هم حطينه هنا بيقول لك تحمل الملف ده من هنا وتملاه. وتروح زي ما قلنا باعة الاوراق دي على الايميل ده. زي ما موجود بحد اخصى تسعة وعشرين مايو. ده اخر يوم للتقديم. يبقى احنا كده شرحنا المنحة بكل تفاصيلها ممتازة جدا. منحة صراحة ممتازة جدا. اتوفر لك الف دولار ساكن وطعام رسوم التدريب مجاني. الاهم كمان شهادة من اقوى آآ دولة من يعني دولة من الدول القوية الموجودة في اوروبا يا سويد. يعني مميزات عديدة ومميزات كويسة جدا. فلو حابين تقدمو لها ريت اخر معاهات تسعة وعشرين مايو الفين وعشرين. وان شاء الله وإذن الله يكون بالتوفيق ولبوليكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة